وسنضم إلي مشاهدين الكرام الحقوقي والناشط السياسي لأستاذ توفيق الحميدي أهلا وسهلا بك أستاذ توفيق أهلا وسهلا بك ومشاهدين قناتكم نعم نتحدث اليوم عن استهداف الميليشيات الحوثية للملاحة البحرية أيضا استهداف الميليشيات الحوثية لمنابع النفط وتغير طبيعة تعاطيها الأخير بدل من أن تركز في الميدان بدأت تستهدف منابع النفط تستهدف الملاحة البحرية مؤخرا أيضا قامت بالتحليق فوق سفينة بريطانية أصبح التهديد إقليمي أكثر منه يمني مساء الخير لك ومشاهدين في قناتكم الكريمة في حقيقة الأمر اليوم جماعة الحوثية تستغل مجموعة من الظروف لإيصال مجموعة من الرسالي أولا الظروف التي تريد أن تستغلها متعلقة بالهدنة وهذه الهدنة ربما تعمل نوع من الترهل ونوع من النقاشات الداخلية لدى جماعة الحوثية وبالتالي تريد أن توجه الحوارات الداخلية التي يمكن أن تظهر نوع من التباين أو المطالب الداخلية ربما الشعبية المتعلقة بالخدمات أو المتعلقة باستحقاقات وظيفية إلى أن الحرب ما زالت مستمرة وأن العدوة اليوم لم تعد الحكومة الشرعية اليوم العدوة أصبح عالمياً وخارجياً بهذا المستوى الناحية الثانية تريد أيضاً أن تستغل من الناحية الثانية الحالة الداخلية للحكومة الشرعية اليوم الحالة الداخلية للحكومة الشرعية حالة مطلبة للأسف الشديد اليوم نلاحظ المظاهرات في حضر موت نلاحظ حالة الانسجام كما وضح الرئيس رشاد العليم في نيويورك أنه مالك نوع من الخلافات إلى غير ذلك وبالتالي هي تريد أن تستغل هذا الوضع لصناعة نفسها أو صناعة صورة نمطية لها البعض يتحدث في جزئية ولقاطعتك في جزئية أنه فقط هي ذراع مسلح لإيران كما يقول الكثير وما تقوم به هو بإملاءات إيرانية ليس بسبب فقط أنه أنها بسبب أنه وجود استلام ويدهدنا قد يجعل المواطن العادي في مناطق سيطرتها يركز على ويبدأ يطالب بالخدمات ويركز على طبيعة تعاطيها مع الحالة التي يعيشها المواطن طبعا نحن لا ممكن أن ننكر الدور الإيراني لكن أيضا الدور الإيراني ليس في النهاية هو كل شيء بالنهاية نحن أمام جماعة موجودة على الأرض تسعى إلى أن تقدم نفسها للعالم وبالتالي تريد أن توصل مجموعة من الرسالة هذه الرسالة قد تتقاطع مع المصالح الإيرانية وقد تتقاطع وتعضد هذه المصالح وبالتالي أنا كما أريد أن أبين أن الرسالة التي تريد أن توصلها مجموعة من الرسالة وهي التي ربما نقرأها ونتابعها بصور متعددة الرسالة الأولى هو الأمر الثالث الذي تريد تستغلها حالة احتياج المجتمع الدولي للطاقة وبالتالي تريد أن تلفت الأنظار إليها بأن الطاقة الموجودة في اليمن أنا المتحكم فيها ولا يمكن أن تمر عبري وبالتالي لابد أن تقططع حقها وأن تكون شريك أساسي في هذا الأمر وبالتالي هذا الأمر يلفت المجتمع الدولي إليها الرسالة التي تريد أن تحققها أولا على المستوى الداخلي هي تريد أن تقول لليمنيين أنا الآن أحافظ على مصادر الطاقة يعني بهكذا برغب الأكاذيب والخداع والبربرغندا التي تصنعها بأن هذه الأموال تذهب لا تذهب إلى البنوك اليمنية ولا يستفيد منها اليمنيون ورأينا كثير اليوم من اليمنيين ربما الذين لديهم جمهور على وصال التواصل الاجتماعي يروقون لمثل هذا الأمر وهي استغلت هذا الأمر خير استغلال وظهرت بأنها هي اليوم المدافعة عن الثروة اليمنية بل أنها تقول بأنها ستذهب إلى سوق قطرة عن ناحية الرسالة الثالثة والثانية التي ذكرتها هي للعالم الخارجي العالم الخارجي تريد أن تقول له أن الحوثيون أصبحوا رقم صعب وكما فرضوا أنفسهم في صراعهم مع المملكة العربية السعودية من خلال الطيران المسير والصواريخ المجنحة المسيرة بقصف منشآت نفطية في السعودية هي تريد أيضا أن تقول بأننا أيضا قادرة أن أتحكم سواء عبر طريق الطرق الملاحة الدولية أو حتى منع السفن التي يمكن أن تحمل الطاقة من اليمنية هل يريد الحوثي أن يتحول مثلا إلى مع أنه عصابة مسلحة هل يريد أن تتحول هذه العصابة إلى لاعب إقليمي فاعل من خلال تهديد الملاحة البحرية اليوم الحوثيون يرون بأن كل شيء أكتمل لديهم باستثناء شيء واحد اليوم هم يصعون إليه وبطرقهم الخاصة هم اليوم ما ينقص الحوثي هو الاعتراف الدولي وبالتالي سيصنعون أي شيء من أجل أن يحصلون على هذا الاعتراف وبالتالي هم اليوم يقول نحن لا يهمونه شيء لذلك أن يتم قصف السفون أن يتم إقلاق استقرار طرق الملاحة أن يستهدف موارد ما دام هذا المجتمع الدولي سيعترف بنا أليست مغامرة توفيق في استهدف السفون وتهديد الأمن الإقليمي والعالمي هل ممكن أن يضطر العالم في الأخير للتعامل مع هذه الميليشيات؟ يبدو أن جماعة الحوثي استقر وضعها ثمان سنوات لم يصنع العالم شيء وهذه هي الحقيقة المرة والمؤلمة أنا باعتقادي أن العالم منذ البداية لو كان أدرك نداء اليمنيين وأنصط لليمنيين جيدا بأننا أمام عصابة لا يمكن أن تتوقف عند الحدود اليمنية وبأنها ستذهب إلى بعيد وبأنها تقاتل وفق عقيدة دينية منحرفة متعلقة بالفوقية باعتقادي كان المجتمع يمكن أن يوقف أو يحجم هذه الجماعة إلى مستوى معينة اليوم الجماعة ترى بأنها أصبحت أكبر من أن يتم إيقافها بمعنى أن عندما قصفت السعودية وهددت دولة الإمارات ولم ترى إيقاب ولم ترى المجتمع الدولي هذا ينتفض من أجل أصدقائهم ومن أجل منابع الطاقة باعتقادي بأنها استمرت وتدري أن المجتمع الدولي ربما يفاوضها دون أن يعاقبها في هذا الشأن وهذا الأسف خاصة مع انشغال المجتمع الدولي في الصراع الأوكراني الروسي الأكبر نعم في نفس الوقت ذاته المشاهدة أنه ربما كانت هناك هدنة في كثير من المناطق لكن لا زال هناك انتهاكات مستمرة بحق المدنيين خصوصا في محافظة تعز وربما ما أريد يأتي هذا في ظل زيارة لمساعد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى محافظة تعز هذه اللامبالاة في الوقت الذي يكون مساعد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في تعز يتم قصف تعز واستهداف المدنيين فيها يعني هنا سؤال ذو شقين ما ردت الفعلة الطبيعية من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولماذا يتعمد الحوثي هذا الشيء أولا بالنسبة للأمم المتحدة يعني يجب أن لا نطلب منها أكبر مما نتأمل بالنهاية المؤسسات الأممية التي انشأت والمجتمع الدولي فلسفته الأساسية خاصة من بعض الحرب العالمية الثانية هي سياسة احتواء فقط لمعنى كيف يجب أن يحتوى هذا الصراع وكيف يجب أن لا يكون هذا الصراع فيه متناول اليد كيف يمكن تحريكه وكيف يمكن رسم ملامحه المستقبلية لكن لم نرى المجتمع الدولي يتدخل حقيقة في صراع بنوع بحل ناقص باستثناء ربما الحرب البسنية في غزلافيا لأنها كانت تتعلق بالجيوستراتيجية الأوروبية وبالتالي يجب أن تقف حتى لا تشتعل أكثر إلى داخل القارة الأوروبية لكن بقية الصراعات الموجودة على المستوى العالم هي سياسة احتواء بمعنى كيف يتم الاحتواء الطرف الأقوى كيف يتم بوتقته وكيف يتم هندسة هذا الصراع وكثير سمعنا تصريحات لمفكرين أمريكان بأن الصراع اليوم الدائر في الشرق الأوسط تذكرنا بحرب الثلاثين عام في أوروبا وبالتالي نحن لا نستطيع أن نوقفه بل نستطيع أن نتحكم في هذا الذي يحدث اليوم هناك سوق كبير للأسلحة هناك قوى قديدة يتفرزها هذه المنطقة هم يسألوا كيف يمكن التحكم فيها كيف يمكن ترويضها كيف يمكن استخدامها من أجل مصالح عامل خاصة في محاربة القاعدة أو الإرهاب لا غير ذلك وبالتالي هذا حدوده هذه فلسفته بالنسبة للأمر الآخر جماعة العوذي لم يكن هذا هو الرجل الأول ولا الرجل الثاني رأينا البعثة الموجودة في الحديدة رأينا قصف عدن وهم موجودون في عدن رأينا قصف تعيز سابقا والصليب الأحمد وكانت بيانات هشة بيانات ركيكة لم ترتقي إلى مستوى المأمورة اليوم المجتمع الدولي أو المبعوثين الأمميين يقول نحن نمسك العصى من الوسط نحن عبارة عن مصطاء محايدود لا يمكن حتى أن نستخدم لغة ينم فيها طرف بأننا انحرفنا لصالح طرف آخر وهذا سمعتها من أحد الوسطى الأمميين إلى اليمن بهذا يقول على اليمنين يحلون مصالحهم بأنفسهم نحن عبارة عن ميسرين نحن مسهلين نفتحناهم المكاتب يمكن نساعدهم في رسم ملامح مستقبلية لكن لا يمكن أن نكون طرف قوي وضاغط ضد طرف آخر وبالتالي هذا الأمر ليس قديدا ثمان سنوات ونحن نرى أن جماعة الحوثي ترتكب الفوائع تقارير الأمم المتحدة سواء للجانة التابعة لمجلس الأمن أو اللجانة فريق الخبراء التي تابعة للمفوضية السامية مليئة بالانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ومع ذلك مقرات المنظمات ومسؤولية المنظمات موجودة في صناعة يتعايشوا مع هذه الجماعة دون أي توقف لمسارهم توفيق الحميدي رئيس منظمة السام للحقوق والحريات شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر